موسيقى السلام عليكم شوف يا صعبي مش هتدفع اشتراكات شهرية تاني ابدا كفاية برامج شكلها قديم النهاردة هوريك ازاي تعمل برنامج فواتير متكامل باستخدام برنامج الاجسل وبشكل احترافي وشيكي خليك تنسى اي برامج مدفوعة شوف سرعة البرنامج عاملة ازاي بمجرد ان انت تحط رقم الفاتورة قديمة وتعمل بحس بيانات الفاتورة كلها بتظهر كاملة وتقدر تطبعها في سانيتين بس مجرد ان انا دوس زر اطباع اطباعها تظهر بالشكل دوت البرنامج ده هيخلي شغلك اسرع بكتير من اي برامج مدفوعة مش بس كده البرنامج دوت هيحسب لك الاجماليات بصورة تلقائية وهيدمن لك ان ما فيش ولا فاتورة هتتحفظ نقصة بيانات وهيزهر لك المديونيات والمدفوعات لكل عميل بصورة تلقائية هنتعلم ازاي نصمم البرنامج ده بتفاصيل كلها خطوة بخطوة لكن عشان نشتغل صحة ونبني برنامج حقيقي كل التفاصيل المعقدة في البرنامج دوت من اكواد برمجية وطرق الحساب المتقدمة وتسجيل المدفوعات والمدينيات وملف العمل الجاهز هتكون متوفرة حصريا للاعضاء المنضمين للقناة وهنشرح تفاصيله خطوة بخطوة عشان اي حد مبتدئ يقدر يصمم البرنامج ده بنفسه بس قبل ما نبتدي شرح البرنامج ونستعرضه مع بعض ياريت تنزل دلوقتي حالا تعمل لايك للفيديو واللي بيشوفني الاول مرة رايعمل اشتراك في القناة ويلا بينا نبدأ الشرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم ميكروسوفت ووفيس اكسل في حلقة النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نصمم برنامج فواتير احترافي لادارة مبيعاتك ايا كان نوع المبيعات اللي انت شغال فيها هنتعلم ازاي نصمم البرنامج دوت بطريقة سهلة جدا وبسيطة بحيث ان اي واحد مبتدئ لسه في البرمغة هيقدر يصممه معانا وهم يمشي معانا خطوة خطوة لحد ما ننتهي من تنفيذ التصميم البرنامج دوت طيب قبل ما نبتدي نشرح البرنامج تعالى الاول نستعرض مع بعض ونشوف المميزات اللي في البرنامج دوت واهم الفنيات اللي مش هتلاقيها في اي برنامج تاني واللي هتخلي شغلك يظهر بشكل احترافي احنا زي ما شفنا في بداية الحلقة لو حبيت ابحث عن اي فاتورة قديمة بمجرد ان انا احط رقم الفاتورة القديمة واعمل بحس بيانات الفاتورة كلها بتظهر زي ما انتو شايفين بالشكل ده وتقدر طبعا اطباحها او اعدل فيها او احزفها اعمل اي حاجة فيها انا عايزها طيب ازاي بقى نسجل بيانات فاتورة جديدة هو ده اللي هنبتدي فيه وهنشوف الفنيات اللي مش هتلاقيها في اي برنامج تاني انا دلوقتي هنا رقم الفاتورة عندي اول حاجة رقم الفاتورة رقم تسعة ده الرقم اللي عليه الدور يعني فيه قبل كده تمن فواتير متسجلة في البرنامج وعندي هنا تاريخ الفاتورة النهاردة عندي هنا طريقة الدفع طريقة الدفع مجرد قائمة بتفتح قائمة تشوف ازا كنت طريقة الدفع تدفع نقدي او اجل او بالفيزا هنقول مثلا هنا بالفيزا طيب اسم العميل برضو قائمة لو فتحت السام هتلاقي اسماء العملة موجودين طب انت لو حطيت اسم عميل جديد مجرد ان انت تحطه اول مرة خلاص هو يتحفظ معك وهتقدر تستدعيه بعد كده يعني انا هنا عندي مثلا تامل وسيد وحسن وكريم لا انا احط مثلا هنا اسماعيل ابراهيم محمد واحط رقم تلفونه هنقول مثلا زينو مية بالشكل دوت هنيجي هنا على البيان هندوس هنا نفتح القائمة هنا هيظهر المنتجات اللي انت شغال فيها بتختار طبعا اول منتج وبتحطت هنا الكمية هنقول مثلا هنا خمسة وهنا سعر الكمية الواحدة هنقول مثلا خمستاشر الف هنا بيحسب الاجمال على طول بصورة تلقائية طيب انا دلوقتي لو جيت دوست حفظ فاتورة هيطلع لرسالة لا يمكن حفظ الفاتورة هالرجاء اضافة صنف واحد على الاقل الى الفاتورة يبقى انا لازم اضيف البيانات دي جوه الفاتورة يبقى هندوس هنا اضافة صنف للفاتورة مجرد ان انا دوست اضافة الصنف الصنف اضاف هنا بصورة تلقائية والاجمالي بتاعها زهر طيب انا عايز اضيف اصناف تانية للفاتورة خلاص هنسيب البيانات زي ما هي وهنيجي هنا على البيانة هنختار بقى المنتج التاني وهنبتدى نحدد سعره وهندوس هنا اضافة صنف هنلاقي الصنف بيتضاف برضو لو حبيت هضيف اصناف تانية وحط كمية هدوس هنا اضافة صنف هنلاقي الاصناف كلها اضافت زي ما انتو شايفين بالشكل ده هنا اقدر بقى اعمل حفظ الفاتورة مجرد ان انا اعمل حفظ هنلاقي تم ترحيل الفاتورة بنجاح هندوس اوكي خلاص كده الفاتورة اتحفزت طيب انا عايز اطبع الفاتورة ديت هندوس هنا تباعة خلاص هنلاقي الفاتورة هي اتبعت وبياناتها كلها ظهرت زي ما انتو شايفين بالشكل دوت طيب طيب لو انا حبيت مثلا اعدل على الفاتورة ديت هنيجي نستدعيها الاول رقم تسعة نعمل بحس ادي البيانات كلها ظهرت هنفترض مثلا ان انت غلطت في الكمية او في السعر او في البيان فبتحدد البيان اللي انت غلطت فيه هنقول مثلا هنا الشاحن لا انا والله غلطت مثلا ايه في الكمية بدل ما هي عشرين لا انا كنت عايز عشرة يبقى نخلي دي عشرة والسعر مثلا هنخليه تلتمية وخمسين بدل متين وخمسين هيبقى السعر تلات تلاف وخمسمية هنا هنعمل ايه هندوس هنا تحديس تحديس للفاتورة مجرد ان انا هدوس هنا تحديس هلاقي تم تحديس الصنف بنجاح يبقى الصنف هتلاقيه اتحدى سهوت بعد كده هنيجي نعمل تعديل للفاتورة نفسها عشان تتحفظ في البرنامج طبعا هنا انا مش هقدر اعمل حفز فاتورة لان لو جيت دوست حفز فاتورة هيقولي الفاتورة رقم 9 موجودة بالفعل هي اصلا موجودة احنا بس عدلنا عليها لا يمكن حفظها مرة اخرى اذا كنت تريد التعديل كن بالضغط على زر حفز التعديل يبقى لازم ان هنا هدوس هنا تعديل الفاتورة هيطلع لرسالة التأكيد هلأ انت متأكد من حفز التعديلات هنقول له يس يبقى كده الفاتورة اتعدلك معانا لو حبيت بقى استدعيها مرة تانية هنقول هنا تسعة وهنقول بحس هنلاقي البيان متعدل اهو زي ما انتم شايفين بالشكل دوت ده بالنسبة لحفز الفاتورة وتعديل الفاتورة لو فرضنا برضو ان انا جيت ضفت صنف مرتين او غلطت في صنف وعايز احطيت صنف زيادة وعايز اشيله يعني مثلا زي كده هادي الصنف هو متكرر مرتين عايز اشيل صنف منه اعمل ايه هنقف على الصنف اللي احنا عايزين نشيله وندوس عليه دابل كليك بالشكل دوت هلأي هل انت متأكد من حزف هذا الصنف لو قلت له نو خلاص هيسيبه زي ما هو لكن لو قلت له يس هيشيل الصنف من الفاتورة اقدر بعد كده اعمل حفز او تعديلات زي ما انت عايز وعندنا هنا زر البيان جديد لو تغطي عليه خلاص بيمسح بيانات الفاتورة ديت عشان لو عايز اضيف فاتورة جديدة طيب دلوقتي انا سددت فاتورة او سجلنا فاتورة اللي هي رقم تسعة ديت باسم اسماعيل ابراهيم عايزين نسددها صاحبه عايز يسدد تمن الفاتورة ديت هنيجي هنا على سداد الفاتير الفاتورة مجرد ان انا ادوس على الزر دوت هيتلاع لي بيانات الفاتورة هي كلها كاملة فاتورة رقم تسعة باسم اسماعيل ابراهيم ورقم الازن الاستلام اللي هو رقم اللي انا هسدد به رقم 15 وعندنا اسم العميل ودي الرصيد اللي على العميل الاجمالي 178 500 هنا المسدد مفيش حاجة مسددة والمتبقي عليه 178 500 وفي رسالة تحتي هنا اجمال المبالغ المتبقي على العميل 178 500 طب انا عايز اسدد للعميل دوت اسددنه مثلا 8500 يبقى المتبقي كام 17000 طب هندوس هنا تسجيل اذن الاستلام مجرد ان انا دوست كده طلع لرسالة تم التسجيل خلاص كده اتسجلي طب لو حبيت اطبع الاصال الدفع دوت هندوس هنا على طباعة هيطلع لي الاصال بالشكل دوت رقم السنة ده 16 اسم العميل والتاريخ السداد ودي البيانات اللي دفع ادي العميل كان عليه 18 178 500 سد الثمانية وخمسمية بالمتبقي كان 170 000 طيب لو حبيت استدعيه مرة تانية هنيجي هنا مثلا رقم 9 هذه بيانات لو جيت تعمل سداد الفاتورة هنلاقي رصيد العميل بقى كان 170 000 يبقى اي فاتورة قديمة لو حبيت استدعي بياناتها بعرف من خلالها الفاتورة دي فاضل عليها مبلغ ادي ايه او العميل دفع ادي ايه وفاضل عليه مبلغ ادي ايه طب لو حبينا نسدد مرة تانية هنقول مثلا هنا 70 000 بالشكل دوت يبقى المتبقي كان 100 000 هندوس هنا تسجيل الاسم والاستلام يبقى كده خلاص هي اتسجلت معالي طيب عندنا هنا زر بيان جديد الطباعة خلاص عرفناه لو عايزين نطبع الاصال دوت لو دوسنا هنا بيان جديد خلاص البيانات دي كلها بتتمسح عشان لو حبيت ابحس عن اسم عميل جديد ممكن ابحس عليه هنا باسمه باسم العميل مجرد ان انا حط كده حرف واحد بس من اسمه هيلاقي اللي اسمها كلها ازارت مجرد ان انا اضغط عليه هيطلع لي بياناته ويهي المبالغ المتبقية عليه طبا لو حبيت لو جينا غلطنا مثلا في اذن استلام مبالغ ممكن نستدعيها من هنا او بالاسم هنيجي هنا مثلا رقم 16 ونعمل بحس فبيجيب لي البيانات كلها نقدر نحزفها من هنا طب لو حبيت اعرف التفاصيل بتدوس هنا على كاملة التفاصيل هيطلع لي البيانات زي ما انتو شايفين كده اسماعيل محمد ابراهيم هنا رقم الفاتورة التسعة قيمة الفاتورة 178500 والرصيد اللي كان عليه 178500 هو سدد منها 8500 يبقى المتبقي 170000 جي بعد كده دفع 70000 يبقى المتبقي عليه 100000 طيب تعالي نسجل كده مبالغ تانية من الفاتورة ديت هنيجي ان هنا نقول الفاتورة رقم تسعة هنقول سدد فاتورة طلعت لي 100000 طبعا هنسدد 50000 بالشكل ده هنقول تسجيل اذن الاستلام تمام وبعد كده لو رحنا عد تفاصيل هنلاقي ادي التفاصيل كلها ظهرت دفع 8500 وبعد كده دفع 70000 وبعد كده دفع 50000 وكل رقم واخد اذن صرف او اذن استلام مختلف عن التاني لكن الفاتورة كلها واحدة وتواريخ الدفع تبعا بتظهر في البيانات كلها بتظهر حبينا نطبع البيان ده بندوس هنا على طباعة فبتتظهر معنا بالشكل دوت طيب نيجي نخش على الشاشة الرئيسية بتاعتنا طب عندنا هنا فيه زر فتح ملف وغلق ملف اكسل او فتح الكسل وغلق الكسل لو دوست هنا على غلق الكسل خلاص هو بيقفل ملف الكسل ولو دوست على فتح الكسل هيفتح ملف الكسل طيب لو حبينا جينا تدوسنا مثلا هنا على حفز فاتورة من حضن غير ما حط اي بيانات لو دوست هنا حفز هيطلع الارسالة لا يمكن حفز الفاتورة برجاء اضافة صنف واحد على الاقل طيب لو جيت انا مثلا هنا عملت طريقة الدفع ومحطتش اسم العميل ولا الرقم وجيت حطيت مثلا هنا بيان وضفته وجيت ادوس حفز بيانات هيقول لي ادخال جميع البيانات المطلوبة لانشاء الفاتورة يبقى انا لازم هنا احط اسم العميل لو فتحنا الاسم هنلاقي اسماعيل ابراهيم موجود اللي احنا كنا سجلناه قبل اي اسم بنسجله خلاص بيتحفز تلقائي في البرنامج لو فيه عميل جديد هنقول مثلا هنا همر تامر ونحط رقم تليفون وهنيجي ندوس هنا حفز الفاتورة هنلاقي الفاتورة اتحفزت بصورة تلقائية لو جيت هتباحها هتتطبع معي على طولة هي بشكل تلقائي لو جيت هستعلم عنها رقم عشرة ودوس بحس هتظهر معي بالشكل دوت حبيت عدلها بنقف عليها واشوف انا عايز عدل ايه بدل ما هي واحد مثلا نخليها عشرة ودوس هنا تحديث خلاص هي تحديث تم تحديث الصنف بنجاح بعد كده بندوس تعديل وندوس ياس مش احذف صنف منها يبقى بنيجي هنا نستدعي الفاتورة رقم عشرة عايز احذف الفاتورة ديت يبقى هنيجي هنا على حسف الفاتورة بجارة من انا ادوس حسف كده هيطلع لرسالة هل انت متأكد من حسف هذه الفاتورة بالكامل لا يمكن التراغب عن هذا الاجراء فبقول له يس فخلاص كده هو حذف الفاتورة وحذف رقم الفاتورة فالفاتورة اللي عليها تدور رقم عشرة عندي هنا زر تاني لاضافة اصناف مجرد ان انا ادوس عليها كده بيطلع لي شاشة تانية شاشة اضافة اصناف جديدة انه انا عندي صنف جديد بابتدأ حطه هنا هنقول مثلا هنا موبايل سامسونج ماشي ودوس حفظ فبتقول لي هنا تم الاضافة عايز اضيف نوع تاني هنقول مثلا موبايل هواوي ودوس حفظ فخلاص هي كده ايه اتحفظت معي طب لو انا جيت هنا فتحت البيان دوت هنلاقي الاسماء ظهرت معي اهي على طول بصورة موبايل السامسونج وهذه الهواوي واي اضافة انت بتضف من هنا بتتحفظ على طول وبتظهر معاك بصورة تلقائية وفي طبعا عندنا هنا خصم ممكن نعمل خصم لأي فطورة لو جينا مثلا هنا فطورة رقم خمسة عملنا عليها بحس فبتظهر معانا بالشكل دوت هنا هي فيها خصم عايزين فطورة تانية من كونش فيها خصم هنقول مثلا رقم تلاتة دي برضو فيها خصم هني نقول فطورة رقم واحد دي ما فيهاش خصم طب لو عبنا نعمل خصم للفطورة ديت هي بمتين واحد وعشرين خمسمية انا هعمل لها خصم مثلا خمسمية هلاقي قيمة الفطورة على طول بات اتحولت للصافي يبقى متين واحد وعشرين الف هنيجي ندوس تعديل الفطورة هطلع لرسالة الرجاء نقرأ على الصنف الذي تريد تعديله اه هنا هنقف بس على اي بيان كده جوه الفطورة عشان يتأكد ان احنا عايزين نعدلها بعد كده هندوس هنا تعديل الفطورة هلا انت متأكد بنحفظ هذه التعديلات هنقول له خلاص هي كده ايه اتعدلت طب لو حبينا نستدعيها مرة تانية هنقول بحس هنلاقي ادي اتعملها خصم زي ما انتو شايفين بالشكل ده طب لو حبيت اطباح هندوس هنا اطباع هنلاقي الفطورة بالشكل ده وهادي اطباع وهادي الخصم الظاهر بشكل تلقائي دي كده تعتبر طريق تشغيل البرنامج والمميزات الموجودة في البرنامج مش فاكر بقى في حاجات تانية نسيت اقولها ولا لا بس دي معظم الحاجات يعني الموجودة في البرنامج طيب دلوقتي احنا جاهزين عشان نبتدي شرح البرنامج احنا هنشرح البرنامج على كذا حلقة وكل حلقة هنشرحها هنسيب ملف العمل في صندوق الوصف بس قبل ما نبتدي الشرح نطلوم منك انك تعمل حاجتين اول حاجة هتخش على القناة عندي ده للقناة او هتدوس على الجوين وتكمل بقية الخطوات لو انت شايف ان قيمة البرنامج ده تستاهل استثمار صغير منك لتطوير ادائك او مستواك انضم لعضوية دلوقتي وتعالى نبدأ الرحلة دي مع بعض ان شاء الله اعتبارا من الحلقة الجاية عشان وقت الحلقة ما يطلش هنبتدي شرح البرنامج بالتفاصيل المملة ولو انت ما تعرفش اي حاجة في البرمجة خالص هتطلع من البرنامج دوت هتبقى محترف تصميم برامج يا ريت بقى ما تبخلش علي بلايك للفيديو وتعمل شير للفيديو دوت واللي بيشوفني الاول مرة يعمل اشتراك في القناة وانتظروني في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته